السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا علن بكيفما العدا عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم كيفما كتشاهدوا معيا غدي يكون هالبلاتو حلويات مشكلة اللي غدي نحضروها فقط بعجين واحد عجين اللي هي اقتصادية غدي نحضرو اربع اشكال حلواء بمضاق مختلف بدون طوابع جد جد سهلة وكل حلواء كيفما اذكرت معكم كل شكل المضاق ديالو مختلف مانزيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في المكونات عندي هناك كأس من السكر الخشين اي سكر ساندة ما يعادل ميو سين جرام غدي نضيف كذلك كيس من السكر المنسب بالفاني وقبصة ديال الملح اللي هي ضرورية لتعديل الضوقة عندي هناك كذلك مئتين وخمسين جرام من الزبدة زبدة المارغارين انا استعمت هاد المرة هاد النوع هاد بما انني في المغرب فما كنشي بحل لدة صراحة كنتشي الحلواتية لمزيونة او تقدروا تستبلوها بزبدة حيوانية يستحسن اذا توفرتوا عليها سوف نخدم الزبدة مزيان مع ديك السكر الخشين اي سكر ساندة حتى نبدأ نحس بديك الحبيبات دير السكر بدوك يدوب شوية مع الزبدة من بعد غدي نزيد عندي هناك كأس من الزيت ما يعادل ميو ستين ميليليتر بالنسبة المقادير او المكونات اخواتي غدي نتركم لكم كيفما العادة في صندوق الوصف سوف نضيف اخواتي عندي بيضة كاملة وصفار بيضة بالنسبة لبيضة تاني بيضة فانا حييته تركته جانبا غدي نحتاجه من بعد للتزيين يعني استعملت بيضة كاملة وبيضة غدي نخدم الكل جيدا من بعد غدي نضيف الضقيق فبنسبة لطحين كيبقى على حسب حتى تجي معلكم الحلوة انا غدي نذكر معكم طبعا بالضبط الاخوات اللي كيبغيوا شو حالخدات معايا ولكن كيبقى دائما اخواتي على حسب الحجم ديال البيض اللي غدي تستعملونتوما لحسب النوعية ديال الدقيق فغدي نضيف معكم تدريجيا وغدي نقول لكم شو حالخدات معايا فبالنسبة للدقيق انا استعملت دقيق الخاص بالحلويات وكذلك غدي نزيد واحد ملعقة صغيرة تكون ما ملوءة جيدا من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل سبعة جرام واحد الكيز ديال الخميرة ديال الحلويات سوزن سبعة جرام او ثمانية جرام فحل في حل سنبدأ نجمع دباء الحلوة ديالي حتى التجمع كيف ما اذكرت معاكم فقط غير كنجمعها ما كندلكوها شي كيف ما كنعرفو على الحلوة ديال الزبدة ففقط كنجمعها ما كتحتاج شي منا اننا نندلكوها سنضيف الطحين بشوية بشوية حتى التجمع لكم الحلوة ديالي هذا هو القوام ديال العجينة كيفاش كي يكون كتكون رطبة وانما ما كتلتصقنا شي في ايدنا وكان قدروا نشكلوا منا الاشكال اللي بغينا حنايا بالنسبة للكمية ديال الدقيق اللي اخدت مني انا اه سمية كرام ما يعادي لسا ديال كيسا من كاس ديال العنبه وكيف ما اذكرت معاكم اخواتي الطحين غادي تضيفوها تدريجيا حتى التجمع لكم الحلوة ديالكم وتحصلوا لهذا القوام اللي كتشاهدوا معايا هنا يقسمت العجينة ديالي الى اربع كويرات كيف ما اذكرت معاكم باش ننسم كل حلوة او كل شكل ديال الحلوة بمداق مختلف اول الشكل غادي يكون بهذا الفيرميسيل نضيفت له كيميا ديال شعرية ديال الشوكولاتة وغادي ندخلهم بزيان في العجينة سوف يوم من بعد ناخد العجينة ديالي نغلفه ببلاستيك غدائي ونتركه جانبا فبالنسبة الكويرة الثانية ديال العجين غادي نضيف له واحد نسبة ملعقة صغيرة من نكهة ديال ناطا نكهة ديال ناطا فهي متوفرة عن جميع المحلات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات فمتواجدة بزاف وبالخصوصنا في المغرب سافي كتعطي واحد المداقة رائع الاخوات اللي ما توفروشي له هاد نكهة ديال ناطا تقدروا تحتفظوا بالعجينة ديالكم غير بهذا النكهة هادي او تضيفوا لأي نكهة بغيتون تومة يعني اينا كانت ومن توفرين عليها سافي بالنسبة الكويرة الثالثة غادي تكون بمداق الشوكولاتة فغادي ناخد هنا يا واحد الملعقة كبيرة او ملعقة كبيرة ونسب من بودرة الكاكاو الخام اي الكاكاو المر غادي ننخلو باش نتخلص من ذيك الكويرات اللي كيكونوا فيه فبالنسبة هالطريقة اللي غادي نتقسم معكم الحلوة اللي كتكون عندكم مثال العجينة بحال هيدو بغيتوا تخرجوا منا اشكال اللي هي مختلفة بالخصوص هاد الدوق هادا ديال الكاكاو اللي كنطروا اننا ننجزيدوا الكاكاو نلعجينة ديالنا كيف ما كنعرفوا العجينة كتكون القوام دياله هو هادك مي كنبغي ننضيفه للكاكاو فكترجع شوية نشفة فهد الطريقة رائع جدا اخواتي ضفت كذلك نص ملعقة صغيرة من قهوة سريعة دوبان كتبقى اختيارية وملعقة كبيرة من الزيت في اللول كنخدم ذيك الكاكاو مع ذيك النص ملعقة صغيرة ديال القهوة سريعة دوبان مع ذيك الملعقة كبيرة ديال الزيت حتى كنخدمه مزيان كنحصل لوحد صوص ديال شوكولا عاد كنضيفه لالعجينة ديالي بهذا الطريقة اخواتي اللي العجينة ما غدي تنشف لكم شي تماما وغدي يبقى القوام دياله عادي يعني هو هادك بحل يحضرتوه في اللول نفس القوام ديال العجينة اخران للكويرات ديال العجين اللي عناه بنكهات اخرين سافي غدي ندخل ديك السوس ديال كاكاو اللي حضرنا مزيان في العجينة من بعد ناخد الكويرات ديال العجين كذلك من غلفة بالبلاستيك غدائي ونوضعها جانبا حتى انساني جميع النكهات اللي غدي نحضر معكم اخر كويرا ديال العجين فانا غدي نضيف لها نكهات البرتقال تقدروا اضيفوا اي نكهة انتم مبغيتو اي نكهة انتم مطفرين عليها او تاخدوا مثلا بشر برتقالة تاخدوا واحد الليمونة او لتشينا تحكو لها اي تبشروا لا عفوا القشر دياله او تضيفوا هاد العجينة هادي او تضيفوا كيف ما اذكرت معكم اي نكهة انتم مبغيتو سافي غدي ندخل لك انكهة مزيان في العجينة وناخد كذلك هاد الكويرا ديال العجين غالفة بلاستيك غدائي وانتقله ده باش ندعو نشكله في الحلوة ديالنا مباشرة اخواتي كم ده نشكل الحلوة ما كنخليها لا ترتاح لوالو غدي نبدأ بها ديال مدق الشوكولاتة غدي نشكلها الى كويرات او شوية طوال مهم كيف ما كتوضح لكم الصورة في حل اصابع صغارين ولكن تكون غير صغيرة اخواتي ما تكبروشي الحجم دياله بزاف لان احنا من بعد غدي ناخدو جوش ديال الحلوات وغدي نلسقوهم مع بعطيتهم انتم ما غدي تشاهدوا معايا فكنشكلوها في الاول دائق كويرا من بعد كان نشكلوها على شكل اصابع صغارين كيف ما كتوضح لكم الصورة بحل هات الشكل هادا باش من بعد من اللي نبغي نشكلها غدي تجي اشكيل دياله مزيون كناخد واحد الشوكة وكنضغط طريقة اللي هي سهلة وكيف ما اذكرت معاكم بدون طوابع غيرهما حاولوا تعملوهم صغارين باش كيف ما اذكرت معاكم اللي ناخدو جوش ديال الحبات ديال الحلوة لسقوهم مع بعطيتهم ان شاء الله تجيكم الحلوة ديالكم هي هادا اما بالنسبة الاخوات اللي بغيوا انهم يخلوا الحلوة ديالهم غير بحل هيدا فتقدرو تزيدو شوية في ديك الاصابع ديال العجين يعني تكبرو الحجم ديالهم شوية وتخليوهم غير بحل هيدا بلا ما تلسقوهم مع بعطيتهم بعد ما كملت الكيميات اللي عندي الفرن ديالي كان كي سخون من قبل على درجة حرارة مية وتمانين درجة النار من الاعلى ومن الاسفل كندخل صفيحة ديال الفرن في الوسط ديال الفرن على درجة حرارة مية وتمانين درجة كنت ترك الحلوة فقط من يالتقايق يعني غدي تحسبو لتمن يالتقايق بما ان اللون دياله بني غامق يعني ما كتبناش يواش تحمرتو اللي لا غدي تحسبو لتمن يالتقايق وتخرجوها صافيا ديال الوقت اللي كتاخد ديالتقايق غدي نتقل معاكم من الشكل تاني اللي غدي نحضروه اللي عنا منكه بنكهة البرتقال ضيفنا لديك نكهة ديال البرتقال او الليمون اي الليتشين فغدي نشكل في الول العجينة الى كويرات متوسطي لحجم ديالهم عندي تنمك ديالبيض ديالبيض اللي حتفط به من المقادير وكذلك عندي جنجلان اي سمسم اللي غدي نزيين به هاد الحلوة هادي كناخد ديال كويرات ديال العجين بعد ما شكلتهم غدي نوضعهم في بياض بيضة وناخدهم ونوضعهم في هاد السمسم اولاء الجنجلان نغلفهم زيان بالجنجلان ونعاود نشكله بين يدي ونضغط واحد نعمل واحد التقب في الوسط بالاصبع ديالي او تاخدوا اي اي اداة وتشكلوا هاد التقب في الوسط ولكن اخواتي هاد التقب اللي كانوضعه في الوسط ضغطوا عليهم زيان حتى الاسم لان الحلوة من اللي كانت طيب كان دخلها للفرن كده طيب فذلك التقب حالك تنفخ شوية فحاولوا توضع واحد التقب اللي هو غارق هانتو ما شاهدوا معايا كان نغرقه مزيان كان نضغط الإصبع ديالي مزيان فالوسط باش ما تنفخش ما يعني ما يطلعش وما تبقليش تقب في الوسط ما نقدرش نعمره من بعد سافي بعد مسالة هنا الكيمياء اللي عندي كاملة هنا ما عملش كيميائية كثيرة فمن هاد الشكل هادا غدي ندخل احتهي على درجة حرارة 180 درجة نحسب لوحة 8-9 دقيق ونخرجها نفس الطريقة اللي طيبنا بها الشكل الاول من نار من الأعلى ومن الأسفل هادي غادي تشه يعني غادي تتبلكم بأنها تحمرت سافي غير كتب تتحمر كنحيدوها ننتقل باش نحضرو نشكلو عفوا الحلوة الثالثة اللي عنا بهات الفيغميسيل او بهات الشعرية دير الشوكولاتة هادي أخواتي غادي نشكلوها صغيرة لأنه حتى هي غادي نلاقي وحدة مع أختاها كان نعملو فحل كويرات ولكن ماشي كويرة كنضغطو عليها شوية ما كتبقاش هيدا كبومبي يعني ما كتبقاش معلية كنضغط عليها شوية بيدي كيف ما كتشرح لكم الصورة غير هما يكونوا صغارين صافينا من بعد ما سالت حتى هادي غادي نوضعها في الوسط دير الفرن على درجة حرارة 180 درجة غير تبلكم بأنها تحمرت كنخرجوها بحل هات الشكل هادا نار من الأعلى ومن الأسفل صافينا بعد ما طابتها انتم ما كتشاهدوا معيات تحميرا ديالك تكون خفيفة ماشي محامرة بزاف وده بغادي نتقل باش نشكل معكم آخر حلوة اه ليه مع شوقة محبوبة المليل حلوة ديالكيكس الحلوة ديالماكينة الحلوة دياللمبوت كل واحد كيفاش كيسميها صراحة كانوا جوني بزاف ديال تعاليق من بزاف ديال الأخوات أنني انتقسم معاهم بالخصوص كان جوني بزاف ديال تعاليق في عيد الفطر ولكن ما قدرت انتقسم معاكم لديق الوقت ما كانش عندي بزاف ديالوقت أنني انتقسم معاكم حتى هاد الحلوة هادي قلت ضروري ان شاء الله فأقرب فرصة خدي نتقسم معاكم فهذا بعد اكتب ان اني انتقسم معاكم هادي غادي نشكل انا بهذا النوع دياله هاد المرشم او لهذا اللمبوت بالنسبة لأخوات العربيات هاد احنا كنسميوه اللمبوت او تقدرو تستعملوا الماكينة ماكينة اللي كتكون في هاد اللمبوت هذا وتشكلها غير هي اخواتي بهذا المقادير هاد العجينة اللي كنت عن نمكها بنكهات الناطا وبالنسبة بل المقادير التي حضرحت بتحضرة هذه طيابة التان Cape Cicl jail درجة حرارة 180 درجة نار من الأعلى ومن الأسفل تحمرت دسك الذهب شوية سوف نزيل الحلوة بالنسبة للشكل نملأ الحفرة بالمربا تستطيع ملقه بشوكولاتة الدهن بالكراميل سوف نضيف الملعقة الصغيرة لأن هذه الشوكولاتة تقصح فسط الحلوة يجب أن تقوم بشكل كريم ويقوم بشكل حلوة لكيض الملعقة الصغيرة والشوكولاتة ما تقوم بشكل قوة في حلق يخسر ويصبح العجينة كيف لا تضح لكم الصورة لا تخافوا شي أخواتي يعني تقولوا خسرت لكم الشوكولاتة دي لكم ولا شي حاجة فبغيتوا تزيد وتخفوا القوام دي لها الشوكولاتة هادي يعني جاتكم قاس حفز زف مثلا نضفتوا لكم كيميا دي للسبدة وقصحت لكم بزف ديك الشوكولاتة فما عليكم إلا أنكم تاخدوا واحد ربعة كأس ديال الحليب وبدو تضيفوه بشوية بشوية تدريجيا هات الشوكولاتة حتى تحصلوا للقوام من اللي تبغيون انتوما غير هو ما تخفوها شي بزف أخواتي أو باش ما تبغيش تنشف لكم مرة من الداخل فهي كتتتعقد وكتتتحول من اللي كتتبرد فسط الحلوة من اللي كنحشيو بها الحلوة ديالنا وكتبرد فكتصباح على شكل كريمة فحل القناش دي الشوكولاتة بالحليب سافي غدي ناخد هاد الشكل هادا اللي عندي بالفغميسيل وغدي نوضع واحد الكيميا اللي لا بأس بها كيميا كريمة دي الشوكولاتة فالداخل ديال الحلوة وغدي نغطي عليها بخطبها يعني نغطي عليها حلوة آخرى كنا نضع واحد الكيميا كيف ما اذكرت معاكم لي زيانة ونغطي عليها بحلوة آخرى باش كي جي بشكل ديالها كيفما كتشاهدوا معايا بحال هاد الشكل هادا فكيف ما اذكرت معاكم بالنسبة هاد الشوكولاتة كتتماسك أخواتي ولكن ما كتسبقاش هادا سائلة كيفما كتشاهدوا معايي يمكننا التحكم فيها تقريباً على شوكولاتة الدهن ولكن من اللي يبدأت تبرد لي شوية يزيد يتقل القوام دياله و تصبح على شكل كريمة ستعجبكم إن شاء الله حسن من أنكم تستعملوا فقط شوكولاتة غير الدوبة وتحشيوا بها الحلوة ديالكم أو أنكم تقدروا عباد الشوكولاتة تستعملوا شوكولاتة ديال الدهن حتى هي ستجيم زيانة صافي هنا ينتقلت باش نحشي كذلك أو نعمر نوضع الشوكولاتة تحتها في هذه لأن كيفما اذكرت معكم حتى هذه الحلوة هذي غدي نوضع جوة ديال الحلوات مع بعضيتهم غدي نلصق جوة ديال الحلوات مع بعضيتهم كناخد كيميا اللي هي لا بأس بها من الشوكولاتة نوضعها في الوسط حتى الحشية أو الحواف ديال الحلوة أخواتي كندهنم بديك الشوكولاتة باش يلتسق لي عليه هاد جوز جوز الهند أو كوكو فأنا بغيت نزين هاد النوع هاد بكوكو باش يبن في هاد زيين دياله تقدروا تزينه بالفيرميسيل أو شعرية ديال الشوكولاتة غير هي ما غدي تبلكم شي ديك ديك الفيرميسيل ما غدي يبنش بزا في أن الحلوة أصلا اللون دياله فبالنسبة لشوكولاتة فأنا كفتني أخواتي الكيميه للي فبالنسبة لشوكولاتة فأنا كفتني أخواتي الكيميه لي تقسمت معكم كفتني الحلوة دياله كملة دي كمية وخمسين جرام هي نيت اللي زينت بها الحلوة كملة هدي كناخواتي الحلوة وكان نغطط لها غير رأس دياله أو كان نوضع الرأس دياله في هاد الشوكولاتة واحد الكميلية غير بسيطة باش يلتسق لي عليها هاد الفيرميسيل أو شعرية ديال الشوكولاتة فطبعا ماشي ضروري أخواتي أنكم تستعملوا في تزين الشعرية ديال الشوكولاتة الفيرميسيل تقدروا تكتفيوا غير بالشوكولاتة أو تخليوا الحلوة ديالكم غير بحال هيدك كيف ما كنعرفو الحلوة ديالكيكس أو الحلوة ديال الماكينة القديمة كانوا يحضروها لنا الوالدين ديالنا غير بحال هيدك وكانت كتعجبنا بزف بخصوص مع أتي يا سلام كدشي رائعة جدا خدي نستمر نسطرق أخواتي حتى نسالي الكيميا اللي عندي كاملة في تزين بالنسبة هذا الشكل هذا فغدي نعمل نصف دياله غدي نزينه بحال هاد الشكل اللي كتشاهدوا معايا والنصف المتبقي خديت الكمية ديال الشوكولاتة اللي سبقت لي وضعتها بقمع بلاستيكي وغدي نعمل عليها خطوط بحال هاد الشكل اللي كتشاهدوا معايا فقط للتزين أخواتي زين انتما باللي بغيتوا غدي نسالي ونوضع الحلوة ديالي في بلاتو أو طبق ديال التقديم وغدي تشاهدوا معايا الشكل النهائي ديال الحلوة اللي تقسمت معاكم اليومان نتمنى يا ربي الأشكال اللي تقسمت معاكم يكونوا عجبكم ونتمنىكم نشربوا هاد الحلوة لأنها حقا تستحق التجربة حلوة اللي كتدوا في الفم الحلوة اللي هي بسيطة كيف ما شاهدتم معايا في المكونات دياله مكونات اللي مبساطين وحتى بالنسبة للتزين فأنا قلت لكم يعني زينوا باللي بغيتوا مش هي الشرط أنكم أخواتي تزينوا بنفس المكونات أو بنفس الأشياء اللي زينت أنا زينوا انتما باللي بغيتوا الأهم أن الحلوة كتجلدة وكتدوا في الفم الفيديو الاقتراحة للي ديالي وحتى اللي هنا يوكي كنت سلا نتمنى يكون عجبكم الفيديو دياليوم إذا عجبكم ما تنسوني شي أخواتي كيف ما العذاب للي كدلكم تعليق الجميلة أحبكم في الله عواشركم بركات هلو لي فرسكم بزاق وسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر